طبعاً الحادثة قبل ما أذكرها أنا أعتبرها يعني الحمد لله على كل حال هي كابوس ولطف الله عز وجل وعنايته قبل ذلك كله وهي الحقيقة رسالة قبل ما أذكر القصة القصة هي رسالة لجميع خاصة الشباب من اللي يهون البر والطلعات والروحات والجيات بأنه ما حدث لي أنا أعتبره رسالة ربانية التغيير يعني كانت قناعات عندي ومسار محبة الطلعات للبر الوحدي من قديم يعني فكنت مجهز سيارة ويعني كثير الطلعات الوحدي وأسير على الزملاء وجه الربع وأحب التنقل وأحب أني ماجس في مكان معين وعلى هذا أنه مطمشيت عليه بسنوات وكان الوالد الله يطول بعمره والوالده والإخوان كثيراً ما يعتبون عليه حقيقة للطلعات بمفردي خوفاً عليه وكذلك النهي الشرعي إن الإنسان ما يروح الوحدي مهما كان يعني أنت دائما تروح لحالك كثيراً يعني الأصل أني يروح لحالي لكن مهما بكل الرحلة الحالية أسير أزور زملاء لكني ما أرتبط بأحد بالروح والرجع هذا الفحوة لكن لك سؤال معلش هل تجد متعة لك تروح لحالك؟ والله يعني في جانب كثير بالنسبة لي المتعة لأنه أنا أجيب بعد من باب الطرفة بعض الزملاء يقول يا أبو عبد الله بنروح معك أقول له عندي ثلاثة شروع تبي تقبلهم أركب طبعاً أجيب من باب الطرفة وليس يا سلام الأول لا تسأل متى نمشي والثاني لا تسأل متى نرجع أيها والثاث لا تسأل وين نبي نجلس يعني ما لها أي رأي هو لا عفوا مهم ما لهم رأي ولذلك ما يصلح لي لأني أنا حواوي ممكن أجلس بهالمكان يومين أتنقل أزور زملاء خاص بوقت الربيع والجلسات وإذا كان معك أحد من الواجب تقديره واحترام وسمع رأيه لا تفرض على الناس رأيهم إذا كنت لك رغبه معينة خلك على ما قال لوحدك بس أدري أنت وين جمال كلامك فيه تسلم أنك مشترت قبل أنا هذا شروط الله 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 رحت للبر رحت للبر اللي صارت به الحادث وتلقى من النوعيات اللي يقبلون لا ما لك لا وما حرص أصلاً يعني أريح أشواء أكبر الله قبل الحادثة كنا طالعين بالتنهات سنة ربيع ومر على أبو محمد وزملاء لنا طالعين فمريتهم أنا تغدينا أو تعشينا بالتنهات وكان أبو محمد الله يسلم ويطول بعمره يقول يا أبو عبد الله غاديك تنام عندنا وتجلس وبكرة إن شاء الله على خير بالليل قلت له لا والله أنا بطلع مع الصمان وبروح أخوي لي بالحفر وكان معي أنا شاص ومجهاز ومرتب ولي طقوس على قراتهم معينة بالبر استمتع به فألع علي أبو محمد لكني أنا يعني كنت عازم على الروحة أبو محمد يقول لك يقول لك يقول لك الله على خير قلت له لا والله أنا ودي أروح لأني أصل لي مدة بالبر ومريت على الزملاء ثم أبقط على الحفر أبقط على الصمان وبروح للحفر يا سلام فالشاهد أنه طلعت من عندهم طلعت مع التنهات ومعروف طريق الصمان دخلت للبر وقطعت البر واستمتعت به هكا اليوم طلعت من الصمان قريب من القيسومة أقرام مالي الصداوي كنت مرهق بالحيل فقلت أريح بعد صلاة العصر أريح أخذ لي ساعة يعني قبيل المغرب ثم عادت أدخل للحفر أروح لخوي وقفت طبعا البشت يذن خمس وربع تقريبا وتغديت واستمتعت وشبيت المهم الطقوسة الممتعة بلبر بشتاول وناسة وصليت المغرب والأخير جمع تقديم وقلت أبنام جنب السيارة أرضا زينة حمادة وطيبة لكنه بول الشبط حوى وبرد شوي ومعي فروتي ومعي فراشي لكن أنا معي الشد بس قلت ما ودي استغرق بالنوم أبنام لساعة ثم أدخل إن شاء الله للحفر وكان أول الشهر يعني ما هميه بقمرية فنمت غرقان بالنوم أنا لأني أقوم قبل الفجر وبلبر غرقان بالنوم كأنه حلم يعني سمعت وحيف أنا دائم معي الضوايا بجملي فقمت يعني كأنه صوت أو نفس كملت ما عاش يعني ما ارتحت فقمت إلا الرجال واقف علي طبعا ما تشوف يدك أنا توقعت أنه واحد يعني ويمكنه مهب صاحي ولا مضيع ولا قلته تبي شين أسأله وأنا كان إلى الآن ما صحيت يعني من غرقة النوم ما تكلم لابسين جكيت ومتلثم أخدت الضوايا وفتحت الضوايا بوجهه صفق الضوايا وطارت الضوايا عرفت أنه فيه شكالية أبقوم غرس أيدينه على كتفي ودفن بحيل ما يقوى وطحت على جنب الكفر على الجند صارت إصابة شوي بظهري عرفت أنه الآن فيه خطر طبعا أنا ما أنا باستخدم سلاح ولا عندي سلاح ولا يعني ما سبق أنه صار معي ما أنا باستخدمه إطلاقا فقمت لا شعوري أنا والله هالي تشوفه لا أنا بنشيط ولا أنا براعي مضاربات ولا لكن ما دون الحلق إلا ليدين يعني الواحد يبي يدافع وكان طويل يعني أنا بدون مبالغة أبو عبد الله ما شاء الله أطول من أبو عبد الله يعني طويل وجبر ولابسنا الجاكيت فمسكته هنا على وسطه هو ما توازن وطاح وطحت أنا وياه ما حولنا أحد ما شوفه فيدي بديت تضارب أنا وياه أنا بدافع بس وهو هجوم المشكلة أني يعني أنا لابس جاكيت وعلي شماغ وتلثم وهوى بارد وأحس بروده ومع الهواء طبعا شقل الفنيله وشقل الثوب وشماغ طاح وبديت أحس بحرارة الدم بس ما يعني ما استوعبت كابوس يعني المم جلستنا وياه بحدود يمكن عشر أو ربع ساعة أنت عافرنا وياه الله إي نعم حتى أيقنت بالهلك يعني فقال لي هو عطنا مفتاح كنت تعجز يعني أنا خلاص أنا أيقنت بالهلك يعني أدركت أنه هي النهاية فقام وأنا طايح يعني أقبل علي وألهمنا الله أني الله يعزكم والمجلس والسامعين رفعتي رجلي الله يعزكم وضربته مع بطن وضربته دقيق يعني أثرت به وهو ما حسب له فتراجع بقوة الضرب وتراجع وأنا منتهي يعني ما ما بحيل فرجع وشوفه أبعد عنه فتيقنت أنه هي بيأخذ له مسدس هي بيأخذ له مسدس ويأخذ وأنا كل هالفترة هالدقائق اللي راحت أحس بكتمة بس ما أدلوش كتمة من كتم النفس عندي ضعيف جدا فرحت وتحاملت على نفسي أنا أحط المفتاح على كفر الجيب قدام فتحاملت على نفسي وقفت على ولا ولا رجع الرجال ففتحت السيارة أفتح يا الله أفتح والله العظيم هذا الأيام راحت والحمد لله على كل حال أني أمسح الدم بيدي ثالج يعني برد ورعب ويعني هلع وصابة وكل الأمور لكن الحمد لله عناية الله فتحت السيارة وركبت السيارة فسمعت وشغل السيارة نظرت وثرمعه جيب لكنه جيب قديم يعني مو مثل موتري قلت أنا أكيد أنه يبيرجع يعني يبي صوبا ولا يبي الحمك الله فسمعت أنه شغل السيارة وراح شغلت أنا يا الله شغلت السيارة أفتح الجوال عجزت يعني تعب فما أنسى كان طريق الصداوة عن عشر كيلو والأرض حمادة زيني يعني فقلت أنا بخلي الموت ريمشي بس أهلي يلقون يعني لا موت هنا وإلا الإصابة خطيرة جدا ف يعني وصلت رق القيصومة الصداوي كان في حبس ورقيت الحبس ووقف الموتر وفتحت الجوال ودقيت على أخوي اتصلت على أخوي قلت هو بمعال هو ينتظر على أني بجيه قلت هو بمعال بيكتلحق ولا ما بيكتلحق تراي عندي إصاب وكالموقع مباشرة لأخ بلغ الجهة الأمنية مباشرة طلعت الشرطة والله ما قصر والأمن يعني موقف ومشكرون عليه وطلع الهلال الأحمر لكن كان أخوي بلقي يصومه بالصدفة فصار أسرع منهم حدد الموقع ألم جاء وشاف السيارة واضحة عادي أخوي يصف الواقع يقول أنا يوم وصلتك وفتحت الباب أشوف لوحة دم يعني وجهك يعني مثل الغيبوب وإرهاق ويقول أشوف سيم سيم العلف مربوط هنا أظروا يوم ينزل رابطا بسيم العلف يبي اختناق يعني محلي وأنا أقوله أنا أقول تراي عزيز أنا يعني عجزة تنفس كان شف السيم المنفتع السيم وطحت عليه شانا مباشرة طبعا للإسعاف وصاره أسرع من الإسعاف ودخلت المستشفى الحفرة الباطن والحمد لله أقول للجهة الأمنية ما قصروا عينوا والموقع حاولوا يعني أدوا دورهم حقيقي وشكرون عليه واتشافيت يا الله لك الحمد وهذه عطة الحقيقة يعني درس مفترق لجميع هوات البر والروحات والجهيات أولا ما نهى الشارع عن الطلعة والروح إنسان وحده إلا لحكمه نعم والثانية شي شفناه يعني كانت نصيحة الوالد وإلحاحه الواحد مهما كان الرفقة تنفعك لو بالونس لا شك نعم فالحمد الله عليك الحال يعني أنت الآن أبو عبد الله تنصح الجميع أنه ما يروح الحالة ولا شك بذلك يعني اشتركوا في القناة